السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة مرحبا بكم في قناتي وصفات مولين مغربية اتمنى الفيديو وقعكم في اتم الصحة والعافية يا ربي ونصر مستضافين في مشارق الارض ومغاربها ماشاء الله سوف نرى حلوة من الزمن الجميل كل ما يسمى يسمى حلوات الخليط نسمى المسوسة تدجي رائعة ومقادير سهلة وبنينة واحد مكون يعطيها بنا على بنا اذا نقوم مع الوصفة وطريقة التحضير وكل عدد اللي باقي ما مشتركش اشتركوا فعل الجرس باش يصلوا كل جديد كيفما ممكن لكم بارتاج الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعمل الفائدة وما تنسوناش من لايكاتكم وتعليقكم زوينة لك تحفزنا باش نديروا دائما الجديد اذا نقوم مع الوصفة ونقوم باش نعم اذا نعيد صلاة و السلام على رسول الله السلام عليكم السلام على رسول الله سوف يحصل على المقادر سيفاتنا مقاربة في فوضر نصف كس زيت المائدة 1 سوء مكتبة في الصفق ثم مقطع يمضيج اللوز تحمره بالقشرة تحمره كما يتم تحمره يمكنكم تحمره نصف كس لكي لا تضعف تماما أفضل سوف نستعمل البخاليني يجي رائع ويجي اعطي لهذه الغريبة او لهذه الحلوة تحت اعطي لبناء روعة وعندي واحد ملعقة صغيرة دي الخاميرات الحلويات وملعقة الفاني كيف نحضر زبادة جيدة ومزة اضافة ملعقة بالمزة اضافة من الجمهور حتى تضيف مزة في السلوة او القصعة او فقط تستطيع اضافة اضافة طويلة اضافة اضافة نصف ملعقة بالزيد اضع المعرقة كبيرة نضيف المعرقة كبيرة وضيف البخالين وضيف الملون رائع بزاف زاف وحتى اللون دياله كي تبدل اذا غان نضيفه هنا وغان نخدم مزيان هذه المكونات حتى يندمجوا مع بعضياتهم غان نضيف هذا الزبيب نضيفه 50-100 جرام الزنجلان واللوز كذلك يجب ان يضيفه الزنجلان والزبيب انا على عقل لك ساعة زمان كانت ماما دياله لنا تضيف النفاعة شوش تجي للزهر لان انا بغيتها بمضاق ديال بخالينة تبقى بذلك لوغو دياله اذا انا غان ندمج هاد المكونات في الاخير غان نضيف هادا كراس المعلقة او المعلقة الصغيرة ديال خميرة الحلويات وغان نبقى نضيف الدقيق بالتدريج هدقيق هنكون سبقنا وغربلنا هنبقى نجمع هنا يا مزيان مزيان حتى كنحصل على عجينة بحالة كده باش كنعرفها كان لي كان نكركبها بيني دياله حتى تعطيني بحالة غريبة ما تفوتوش له هاد بزاف اش ماليش تش كوم نعشفه اذا ها هي انا بتنكر ان نكورها كتا تعطيني الطوع عندكم انا الاختيار اما تاخدو داك المرشم بحالة ديال الخليه ديال نحن او لا داك ديال البطاطا او ديال هاد المسوسة هادي اللي قلنا المعروف بها انا هنما غان ديراش بطابع هادا غان ديراش شوية الفيزيتي تجيتها كازويونا حلوة انخر شوية للموتال هنروح ديال البلاستيكة هنروح لها شويش ديال تخير هناخد العجين ديالي هنوضعها فيها وغان نطلقها بالدلاك واحد شوية مشي بزاف كثير تكون الصوك تيالها شوية متوسط واللي بغا تكون شوية غليضة يعني يباسي شوية كله نخليها انا ما كنت عجبنيش تكون غليضة شوية القياس باش تذيك التحمير تدخل الداخل دان غان نوز هنا غير شوي مشي بزاف غير شوية غير شوية اي مرشم بغيتو كتفضل انا اخدت هنا واحدا مرشم على شكل دياله نقوم بقليب نقوم بقليب نقطع هذا العجين ونستفن في الطاول نقوم بقليب وضع نقوم بقليب وضع ورقة الزبدة نقوم بقليب قم بقليب عند يحمل الاحيان السمك نقوم بقليب سمك كوه that's help نقوم بقليب فران نقوم بقليب بقليب سمك الاسفل ونكملها تقطعها كاملة سوف نضعها في الفران ونقص عليه شوية او لا ندلو العافية فقط من التحت تبالية تدهب اللون ديالها ونضوز الاسفل تحمر شوية انا هنا سوف ندخل الفران من الفوق ومن التحت نضع نقص عليها 160-170 درجة تحمر بالمهل الوديات هي يدي من بعد ما طابط شو تباك اللاكي تتجيك كمحمرة سوف ندخلها تبرد واحد شوية سوف نغبرها بسكر سقيل اما سوف نغبرها بحالك ذاك سوف ندرهم شوية بسكر سوف نضع بسكر ما سوف نشوف سوف نغبرها بسكر يجب أن نضيف السكر هذا الشكل النيائي من الغريبة المسوسة الذي نرغب في زيته هو هذا من بعد ما بردت و فن في سكر غلاسي كيف ما قلت انا جزء فن في سكر سكيل و جزء خليته كيف نرى لديه ممتاز ليس لديه ممتاز رائعة وبنينة و لا نقول لكم لشدية ما شاء الله يجب أن نضيف السكر سلام غيرنا فقط في الشكل و ضفنا هذا المكون الذي أعطيتها تزيدها على البنة لا تنسى الوصفات التقليدية الأصيلة المغربية تخطأ مع السلامة نتمنى تجربوا هذه الوصفات و الى الملتقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر